بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهداء السلام عليك يا رسول الله أول ما تلقوني بسلم على حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعرفوا أن احنا عايزين نجلس بين يديه نجلس بين يديه لنتعلم نجلس بين يديه لنقرأ عليه من حديثه ونعرض عليه أفهمنا صلى الله عليه وآله وسلم ونطلب منه الرشد ونطلب منه أن يساعدنا على فهم سنته لكي تتفتح علينا أبوابها جنة الدنيا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده مفتاح الجنة حتى في الدنيا قولوا إن كنتم تحبون الله فاتبعوني وحببكم الله لأن الجنة هي مكان الأحباب ولذلك ربنا يجعل لأهل الجنة منابر من نور النهاردة بقى عن نتكلم عن حديث وأذن لنا يا رسول الله أن نتحدث عن حديث من أحاديثك يا رسول الله النهاردة عن نتكلم عن حديث مهمة قوي حديث يكاد يكون الناس كلها بتتكلم عنه بتعيشه بنسب مختلفة بس ما فيش حد إلا وهو الحديث ده في بؤرة اهتمامه من نتكلم عن حديث سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم يا الله نرجع تاني ونسمع الحديث من أول كلمة كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم كيف يا رسول الله حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم يا الله هنا بقى لازم نتوقف وقفة مهمة خالص خالص الظلم كبيرة من الكبائر والظلم هو والظلام من مادة واحدة الضاء واللام والميم ليه ربنا قدر أن الظلم يكون من الظلام لأن الظلم لا يكون إلا إذا فقد العبد نور الرب الظلم لا يكون إلا إذا فقد العبد نور الرب ترمى نور ربنا في قلب الواحد ما يظلمش لكن ساعة ما يظلم يذهب نور الإيمان من قلبي ولذلك زي ما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن سيدنا عبد الله بن عباسي يقول له ينزع الله نور الإيمان من قلبي ولا يظلم الإنسان حين يظلم وهو مؤمن يعني وهو مؤمن وفي قلبه نور الإيمان هنا بقى ده اللي خلينا نعرف ليه فإن الظلم ظلمات يوم القيام ده شيء مهم جدا الشيء المهم بقى في مسألة الظلم مش إن الظلم بس هو أساء إن العدل بس أساس الحياة والظلم بيهدم الحياة لكن الظلم مفسدة لعبودية العبد لله ليه؟ لأن الظلم نوع تأله الظلم نوع تأله نوع إن الإنسان كده بيحس بإنه وكأنه أصبح إلها لأن الظلم معناه إن واحد بيستخدم قوته عشان يمنع حق غيره أو يأخذ حقه حقا شيئا ليس من حقي فهذه المسألة كأنه يقول أنه فعال لما يريد من الذي هو فعال لما يريد؟ الله وحده لا شريك له طيب إذا كان الله الذي بيده أن يفعل ما يريد قال إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما ألا فلا تظالموا يبقى ففهمنا إن الظلم ده نوع من أنواع التعدي على ملك الله التعدي على سلطان الله التعدي على أن الله سبحانه وتعالى خالقه كل شيء ومالكه كل شيء عشان كده الظلم حرام وأغلب ما يقع فيه الظلم الظلم بالنسبة للعبادة ثلاثة أشياء بيّن علينا حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قولي ويخطب الناس في خطبة الوداع إن ذماءكم أدي أول مجال للظلم وأموالكم أدي المجال التاني للظلم وأعراضكم بين أول مجالات دي عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت؟ قالوا نعم يا رسول الله قال اللهم فاشهد فهذه الثلاثة أمور اللي هي الدماء والأموال والأعراض هي أكتر حاجة بيقع فيها الظلم وعشان كده فيه تلات أمور مهمة لمواجهة متزنة في موضوع الظلم أول حاجة مراجعة القواعد السبعة للخروج من المظلومية إيه القواعد السبعة دي؟